لقاء يوصف بالإيجابية على الأقل بالنسبة ليزل نسكي الرئيس الأوكراني هل نتلمس من خلال هذا اللقاء الذي عقد بالأمس أي استدارة أو استمالة تركية نحو الغرب؟ يعني بداية المساء الخير لك والمشاهدين جميعا أنا في اعتقاد الدور التركي هو نفسه دور الوسيط وأيضا الذي يتمتع بعلاقات طيبة سواء مع الطرف الأوكراني أو مع الطرف الروسي ومعروف طبعا هذه العلاقات مع كل الجانبين والموقف الذي اتخذه الرئيس أردوغان والقيادة التركية من الحرب الروسية في أوكرانيا هو الموقف الذي يعتبر أن هذه الحرب غير مبررة وأوكرانيا لا الحق في الدفاع عن نفسها لكن بنفس الوقت لم ينخرط بالعقوبات التي فرضها الناتو وفرضتها الدول الغربية على روسيا وبالتالي المسافة التي اتخذها الرئيس رجل طيب أردوغان مكنته من أني العبدور الوساطة بين الطرفين وفي عدة ملفات وخاصة طبعا في ملف الحبوب وهذه الاتفاقية التي تشارف على الانتهاء في السابع عشر من هذا الشهر من المهم طبعا ومن المفيد بالنسبة لأوكرانيا وحتى طبعا بالنسبة لروسيا أن يتم تمديد هذه الاتفاقية هل من فرص أمام تركيا في النجاح في تمديد هذه الاتفاقية؟ أنا في اعتقادي نعم يمكن أن تمدد هذه الاتفاقية إذا استطاع الرئيس رجل طيب أردوغان أن يحصل على بعض الإعفاءات من دول الناتو ودول الغرب تجاه طبعا المواد التي يعني خاصة الحبوب الروسية وغيرها من المنتجات الغذائية لكن هل بالفعل سيمضي الغرب مع الرئيس رجل طيب أردوغان؟ مع العلم أنه بالفعل هناك دعم تقريبا ورضى للدور التركي في التوسط ما بين الطرفين وهناك طبعا ملف آخر حقيقة طرح على أول مرة وهو ملف الأسرة والسجناء يعني هذه قضية إنسانية وربما الزيارة المقبلة للرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا ربما يتم طرح الوساطة في هذا الجانب وبالتالي إذا تمكنت فعلا الدبلوماسية التركية من تحقيق الأمرين بمعنى تمديد اتفاقية الحبوب وإطلاق صراح أو إطلاق صراح متبادل للأسرة فهذا يعني طبعا نجاحا كبيرا لها هذه الحرب أو العمليات العسكرية الروسية قامت بهدف وهدفها الأساسي هو عدم وصول الناتو إلى الحدود الروسية وبالتالي عندما يوافق أردوغان أو يبارك بانضمام أوكرانيا إلى الناتو ألا يغضب هذا روسيا ألا يؤثر على العلاقات الروسية التركية يعني طبعا روسيا الحقيقة يعني ترفض هذا الأمر ترفض انضمام أوكرانيا إلى طبعا حلف الناتو وهي أحدى ذراء الحرب التي قامت أو التي شنتها موسكو على كييف لكن بنفس الوقت طبعا الرئيس رجب طبيب أردوغان لم يقل أننا سندعم طبعا انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو قال أنها تستحق وطبعا حتى حلف الناتو في قمته المقبلة ليس على جدول أعماله انضمام طبعا أوكرانيا الأمر ربما يحتاج إلى وقت أطول وبانتظار انتهاء الحرب لكن بشكل مبدئي الحقيقة بالتأكيد طبعا الروس ليسوا راضون تماما عما يقوله أردوغان عن استحقاق أوكرانيا بالانضمام إلى طبعا إلى حلف الناتو لكن المسافة التي طبعا يأخذها والعلاقات التي طبعا يتمتع بها رئيس رجب طبي أردوغان وخاصة العلاقات الشخصية مع الرئيس فلاديمير بوتين يمكن له أن يمرر هذه العبارة التي طبعا قالها الرئيس رجب طبي أردوغان لكن بمطلق الأحوال الناتو طبعا هو من سيقرر أوكرانيا وفي اعتقادي عندما يطرح ملف انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو فإن تركيا لن تمانع وبالتالي ألن تتأثر على علاقات الروسية التركية هنا سيد عمر يعني هناك الحقيقة توازنات دقيقة في العلاقات الروسية طبعا مع التركية يعني بعدة ملفات سواء الملف الأوكراني أو الملف السوري أو الملف جنوب القوقاس وغيرها حتى الملف الليبي وطبعا هناك دائما الطرفين يعني الطرف الروسي والطرف التركي يداريان الخلافات فيما بينهما وبالتالي في اعتقادي أنه هجم العلاقات وأهمية العلاقات ستستمر تركيا بقدرتها عدى رفض فرض عقوبات اقتصادية على روسيا ولكن في نفس الوقت تساهم في تسليح أوكرانيا وتدعو إلى احترام سيادتها ولا تمانع من انضمامها إلى الناتو إلى أي مدى ستكون قادرة على البقوف في المنتصف ولعب دور الوسيط هذا الموقف الحقيقي الذي اتخذته طبعا تركيا لا يزعج كثيرا طبعا لا الغرب وحلف الناتو من جهة ولا أيضا روسيا من جهة أخرى وبالتالي هذا التوازن الدقيق صحيح هو حساس وربما قد تصطدم بمعارضة روسيا أو معارضة الناتو من حيث أن روسيا الحقيقة غير راضية على الموقف التركي من طبعا من أوكرانيا وأيضا الناتو لا يريد أن تذهب تركيا باتجاه روسيا وخاصة في العلاقات في الجانب العسكري لكن هذا التوازن الدقيق يعتبره رئيس رجب طياري أردوغان جزء من استقلالية القرار التركي وعدم تبعيته وبالتالي أنا في اعتقادي أنه سيمضي في هذه السياسة لكن ربما طبعا تحصل مفاجآت وربما هناك طبعا حسب المواقف الدولية الحقيقة لكن في مطلق الأحوال هذا الخط هو خط أساسي في السياسة التركية